السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة أفلام شامن في هذا الفيديو سنحاول نشرح سبب من كماش أوراق شجرة الليمون حتى أنها تصبح بهذا الشكل وهذا المرض يصيب جميع الحمضيات من الأسباب التي تؤدي إلى إن كماش تعد الأوراق وأنه وجود حشرة اسمها حشرة لمن حشرة لمن هذه تؤدي إلى إن كماش أوراق شجرة الليمون هناك من يظن أن نقص السقي والري بالماء هو من ينتج عنه إن كماش الأوراق وهذا خطأ فبمجرد ما ترى أن الشجرة فيها إن كماش في الأوراق فاعلم أن هناك حشرة لمن أو هناك نوع آخر من العناكب يسمى العناكب الحمراء وإن كماش أوراق هذه الأوراق يؤدي حتما إلى تساقطها ولعلاج هذه الأمراض هناك بعض المبيدات الصيدلانية وهناك أيضا كما يمكن استعمال بعض المبيدات الطبيعية وأخص بالذكر منقوع قشور الليمون فهو يؤدي بشكل جيد إلى القضاء على حشرة لمن أو العناكب الحمراء يمكن كذلك استعمال التوم بحيث يمكن ضغطه ووضعه في إناء وترك المنقوع لنصف يوم تقريبا ست سبع ساعات وبعد ذلك يمكن نرش هذه الشجرة بهذا المنقوع فهو كذلك يؤدي القضاء على أغلب الحشرات ولي ما عندوش وقت بش يحضر هذا المنقوع فهناك مبيدات دوائية كيميائية في الصيدلية يمكن لي ياخدها ورش بها هذه الشجرة للقضاء على هذه الحشرات أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو تتركوا لنا تعليقات والنايقات لإبداء ملاحظاتكم وشكرا جزيلا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم ولي情 بخير شكرا لكم شكرا شكرا لكم شكرا